هل من القيم من الصوفية؟ هذا من اشتراك الألفاظ فكلمة الصوفية هذا من الاشتراك اللفظي أولاً للخلاف في اشتقاقها فبعضهم يعني يذكروا اشتقاقاً صحيحاً وبعضهم يذكروا اشتقاقاً غير صحيح ولكن على العموم هذا المصطلح ورد ذكره ربما نقول من القرن الرابع أو قبله لا أدري أن بالضبط لأن أبو عبد الرحمن السلمي صاحب التفسير له كتاب اسم الطبقات الصوفية وله كتاب أيضاً مطبول وله كتاب آخر في ذكر الصوفيات من النساء كلاهم مطبول لا أدري هذا المصطلح هذا قبله نعم أيضاً آش اسم هذا الكلباذي من علماء القرن الرابع له كتاب أيضاً في سماكة الصوفية نسيت اسمه الآن نسيت اسمه فيبدو أن هذا المصطلح من القرن الرابع موجود في الثلاثمائة ولا أدري هل هو موجود قبل ذلك أم لا علمها عند الله فهذا المصطلح يطلق على فئات متعددة أشهر تقسيم للصوفية أشهر تقسيم أن الصوفية ثلاثة تقسام النوع الأول صوفية السلوك وهو التزهد في الدنيا والبعد عن كثير من المباحات وتركها والانشغال بالطاعة والزهد في كثير من الأشياء المحبوبة للنفس وإن كانت جائزة سواء كانت من أفعال القلوب أو أفعال الجوارح أو نحو ذلك والاعتناب أيضا أفعال القلوب بكثرة فهذا حسن وهذا الذي يقولون هم أهل الطريقة كالجنيد عليه وهم نوعان منهم من كان فقيها كالسفيان الثوري وأحمد ومنهم من كان على طريقة السنة وإن لم يكن معلوم بالفقه مثل إبراهيم بن أدهم والجنيد وجماعة نعم قد يحدث انحراف في السلوك عند بعض الناس من أشهر الذين انحرافوا في السلوك في الصوفية مثلا طائفة تسمى الملامية هؤلاء ليسوا فرقة وإنما طائفة هؤلاء الملامية الذي يتعمد أن الناس يتكلمون فيه بسوء فتجده يظهر للناس أنه فاجر وأنه فاسق هذا ليس من الدين في شيء وإنما دخلوا من جهلهم بالحكم الشرعي النوع الثاني من الصوفية الطرقية وهم الذين انتسبون للطرق المتعددة وقد تكون بعض هذه الطرق من سوبة لأئمة هدى فالطريق القادرية أو الجيلانية من سوبة لإمام من العلماء الصوفية وهو الشيخ عبدالقادر الجيلاني الحمدري الشيخ الموفق وعبدالغني شيخ موفق ابن قدامة وعبدالغني صاحب العمدة وهو على طريقة سوية تكلم الشيخ تقييدين عنه في كثير من المواضع في الثناء عليه وعلى طريقته وأنه على سنة فمثل هؤلاء الطرقية الذين ينتسبوا لهذه الطرق وإن كان بعض أصحاب الطرق هم براء منها مثل الشيخ عبدالقادر الجيلاني هؤلاء وقعوا في بدعة لأن انتساب الطريقة هذه بدعة لكنهم في الجملة مجرد انتساب الطريقة قد يبتعد عن طريقة أهل السنة بقليل وقد يبتعد بكثرة لكن الطرقية كلها بدعة لا تجوز كل الطرقية بدعة وهذه ابن قيم منها براء بل إنه شدد منها فهو على الطريقة الأولى أنكر الطرقية وشدد فيها والطرقية هذه ما أدري متى حدثت لكن لم أقرأ فيها كثير لكن أظنها في القرن الخامس ربما أو السادس يعني بعد القرون المفضل بكثير الطريقة الراءة أو القسم الراءة الثالثة هذه التي هي شر الشرور وهي الخرافية وهي الخرافية وهذا التقسيم الثلاثي سمعته من فيي الشيخ عبدالعزم باس عليه الرحمن الله قسمهم هذا التقسيم فأنا تبعته في هذا التقسيم طرقية صوفية السلوك وصوفية الطرقية وصوفية الخرافية هؤلاء الخرافية هم الذين يغلون في أشخاص معينين فيعتقلون بأنهم يحركون الكون أو يغيرون أو يغيرون القدر أو أنهم يفعلون أشياء من الحقيقة هي لا يجوز نسبتها لغير الجبار جل وعلا أو ينزلون بعض الأشخاص منزلة الأنبياء كما قال بعضهم مقام النبوة في بار زخم فويق الرسول ودون الولي فيرون أن الولية أعلى بكثير من الرسول وهو أعلى بكثير من النبي هذا أعوذ بالله لا يجوز من الخرافية الذين يعتقدون في القبور ويعظمون الآثار تعظيما يصل إلى الخروج من الملة